العلاقة بين الدين والعلم علاقة تكاد تكون شائكة للغاية وموضوع أيضا يحمل أوزاره على الدين فقط طبعا هو له مناحي كثيرة الآيات الكونية الاكتشافات العلوم الحديثة في الفيزياء فيزياء الكون حتى في الطب في الصحة هذه الأشياء كلها للأسف يحدث خلط أو تماهي أو توازي أو ما يسمى الإعجاز العلمي فروع كثيرة لكي يحمل أو تحمل هذه الأوزار على الدين النهاردة هنختص بحاجة واحدة بس الطب والصحة التي بها قد تفقد آلاف ومئات آلاف الأرواح لأنها اعتقدت خطأا بثقافة زائفة وشائعة جدا أن الدين من واجباته أو من أحة فروعه هو علاج أبدان الإنسان بدنه صحته وده خطأ كبير جدا لكنه منتشر وبلا رقابة وبتصدر لي الكتب وبيصطدف أئمة هذه الأفكار في الفضائيات الذين يخلطون الطب بالعلم بالدجل بكل هذه الأشياء المهم أنه لا يراجعهم أحد ولا يحمل هذا الوزر في نهاية المطاف الذي لا شك سيكون كارثي ونكون به أهدارنا لإثنين الدين والعلم والطب والصحة كلهم في بوطقة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر